رغم برودة مياه نهر الصين الجنوبي أغلب أوقات العام فإن حرارته ترتفع بفعل ماكينات بوارج البحرية الصينية ونيرانها التي أطلقتها خلال مناوراتها ذات الأهداف التحذيرية وما لبثت تلك المياه أن تبرد حتى ألهابتها من جديد البوارج الأمريكية الفلبينية في مناوراتها المشتركة ردا على الصين أمواج التوتر التي باتت تعلو في بحر الصين الجنوبي إثر عاصفة زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابق العام الماضي لجزيرة تايوان تنبئ بالسنامي أمريكي يعصف بمبدأ صين واحدة على الأقل من وجهة نظر بكين بدأت الصين مناوراتها البحرية الموسعة والتي حاكت فيها هجوما برسم الإنزال البحري على جزيرة تايوان بعد عودة رئيسة البلاد تساي إنغوين إلى تاي بي عقب اجتماع في لوس أنجلس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفين ماكارثي وكأن تحريك الجيش طريقة اعتمدتها الصين في إرسال رسائل واضحة لكل من تايبي وواشنطن ويرى مراقبون أن أمريكا التي اتخذت لها بيدقا متقدما في شرق أوروبا بدفع أوكرانيا باتجاه المطالبة بعضوية كاملة في حلف الناتو ما تسبب بإشعال حرب ما تزال مستمرة إلى الآن تعيد الكرة من جديد لكن هذه المرة في شرق آسيا وإذا كان العالم لا يزال يعاني تبعات الحرب في أوكرانيا متمثلا في نقص الطاقة والغذاء فإن اشتعال حرب جديدة في شرق آسيا سيكون له تداعيات أكثر كارثية على الأمن والاقتصاد العالمي على حد سواء سراع النفوذ يتمثل بأهمية الاستحواذ على الشرائح الدقيقة كنز تايوان وغاز نفط بحر الصين الجنوبي كنز الصين المنتظر فهل يكمل بايدن مغامرة جديدة في حرب الوكالة التي بدأها في أوكرانيا ومن سيكون بطل الحرب الجديدة إن وقعت هذه المرة